انا ما دخلت جنة الليلة لكن مش هعجبك اي حاجة لا مش مش هكلمك في الناس اللي استقبلتك والناس ايو ما فيني قط ماشي احنا قلنا قرم من عند ربنا او انت مش عايز تتعلم اي حاجة كات الرضا يعني انت لأ جاه بس في التدريب في التحليل في كل حاجة يعني مش عايز تاخد دراسات لا خدت يا عمي مين قالك اقولك انت خدت دراسات ليه عشان اقلوك مش هاتمرن لما تاخد دراسات ايو ماشي بس كان طلع بعد كده القرار لا ولا القرار ولا بتاع ما ينطبقش علينا كمان ان على الناس اللي هي ملعبتش كورة خالص ولا لابت من انتخابات ولا اهلي ولا كده يعني طب حسام حسن لما ادربه وكمسك اه بس ده حسام حسن طب انا رضع بعائل ريعم اسلام ايو ماشي انت رضع بعائل يعني انت لسه بتتكلم وتقول مش عارب ايه وتجي تقلم مني انا ما قدرش اتكلم كلاعب وكل حاجة بس يعني لا وكمدر برضو بص الفرق بيني ومن حسام حسن ان حسام حسن ميسك فرق كبيرة يعني هو بطل مننا اول مرة ميسك ميسك المصري انا قصد ان هو ما كانش فيه شهادات تدريب لسه ايو بس هو تاريخه طبعا انت تاريخك كلاعب برضو عشان ما تفتكرش انها بقول حسام حسن فيبقى انا بقلل من تاريخك ما حدش قدر يتكلم على تاريخه خالص كلاعب يعني بس حسام تاريخه اكبر هو ده المفروض المفروض ان اي العيد عمل اسم عمل اسم ان هو ياخد الفرصة ان يدرب ياخد الفرصة يعني انا دايما بقول كمدير فني اه طبعا كابتر رضا هل كل نجم ينفع يبقى محلل كويس لا هل كل نجم ينفع يبقى مدرب كويس ما ده على حسب بقى على حسب الناس سواء المدرب النتائجه لو هو مدرب بس تمسك ما تمسكوش مثلا فرقة تكون ما عنداش امكانيات وتحكم عليه وتقول لا مدرب ما ينفعش ما تمسكوش ما تطلعوش مثلا يحلل فيه ناس كتيرة او لعب الكورة وفيه ناس ما لعبتش كورة تحلل احسن من اللعب الكورة وفيه ناس لعب الكورة بتحلل وتضرب احسن من ناس كتيرة ماسكة في اندية وبتحلل على الناس بتقعد في الاستوديوهات واغت بلا زي ما فيه لعب الكورة كتير قوي في مصر بس عايزة العين عايزة الاتشارة النجومية ما لهاش علاقة بالنجاح على حسب انت امكانياتك بقى يا اسلام امكانيات الفرق اللي بتضربها ايه لا الامكانيات لو انت مدرب اهم حاجة النادي اللي انت هتمسكه وفيه امكانيات ولا لأ عشان ده هيساعدك يعني انا مع كل الاحترام والتأديل لكل المدربين الاجانب لو انت جبتهم ومسكتهم في الممتسبة هيلوسوا ما لعب مش كويسة ما فيش امكانيات ما فيش كوانات اللعبة مدرب اجنبي لو ليه تاريخ كبير مش هيجيلك يعني مش هيجي في قسمة في المشاكل يعني لا مثلا فرق مثلا يكون عندها امكانيات في الدرجة التانية وجابت مدرب وهتديله نفس مثلا اللي هيخذه في الممتسبة الممتسبة هيوافق ولا مش هوافق ما هو عاد في بلده وانت جبته وانت عندك الامكانيات بس هو هيفشل ليه لان اصلا هيصطدم باللعبة هيصطدم بالملاعب اللي هي لعب عليها هيصطدم بالحكام هيصطدم بالمكافآت بعد كده اللي هي الامكانيات المالية بالزبط جده عشان كده مش هيقدر بس اكتر حاجة هتديقه الملاعب اللي هي لعب عليها طيب انت بتقولي المدرب الاجنبي لو جيه يدرب اي فرقة غير الاهل والزمالك مش هينفه ما هتلق بص المصر جابه والاسماعيل جابه طب معه يعني برضو فصر لي ان تاريخ الاهل او الزمالك البطولات اللي اتحققت مع معظم المدربين كانوا اجانب ايها لاني عندهم كل حاجة ميسرة لعيبة جماهير اعلام ملاعب اه فلوس طبعا بالكوم فانت هيخسر بطولة ليه طالما عندي كل الامكانيات دي هخسر بطولة ليه يبقى انا فاشل يبقى انا مدرب من ديشفك